نروح بقى للكلام المهم جداً المتعلق بالخريطة الإفريقية للموسم المقبل الحمد لله نجحنا في آخر موسم وحققنا البطولة الإفريقية وخمس نهائيات متتالية بأربع بطولات من دورة أبطال إفريقيا عشان الأهل يوصل لدستة بطولات من الأميرة السمراء طب اللي جاية هيبقى ايه؟ حصلت بلبلة وللأسف البلبلة مش السوشيال ميديا أو من الجمهور لا ده على المستوى الرسمي حتى من المسؤولين لنبارح سمعت تصريحاته عكسها قال فيها إن احنا مش مستعجلين على إرسال الأسماء لأنه لسه الكاف محددش تفاصيل للفترة اللي جاي وبعدها على طول خرج عامر حسين مدير دارة المسابقات في الربطة وعضو اتحاد الكرة وقال وحسم الموقف وقال لك أهلي وبيرامدز دور الأبطال الزمالك والمصري كونفيدرالية هو طبيعي طبعاً الأهلي في الدور الأبطال لنحامل اللقب دي ليحة الأهلي مش مستني تلاتين ستة ولا نتاج الدور الأول بغض النظر عن كل ده الأهلي في دور الأبطال لأنه حامل اللقب هو بطل البطولة طبقاً للاواح الكاف والزمالك نفس الأمر في كونفيدرالية لو مش هيلعب دور الأبطال هو بيشارك في كونفيدرالية برضو ما عندهش مشكلة ولكن أنا أكتر حاجة بتضيقني إن بتتقال تفاصيل بشكل رسمي من مسؤول رسمي دون الوضع في الاعتبارات إن فيه خطوط عريضة الكاف بيحطها ولسه لغاية دلوقتي ما حسمهاش بمعنى الكاف مبارح لو حد خد باله لأول مرة يعلن خطوط عامة دون تفاصيل بمعنى إيه؟ زمان الكاف لما كان بيعلن أدوار البطولات بالكامل كان يقولك مثلاً الدور التمهيدي والتاني أوكي يروح على دور المجموعات يقولك الجولة الأولى من كذا لكذا الجولة التانية من يوم كذا ليوم كذا لغاية ما يوصل للجولة الست يروح على الكوارتر فاينل والسيمي فاينل والفاينل يعمل نفس الكلام يقولك البطولة مثلاً في الكوارتر فاينل الزهاب مثلاً من 10 إلى 12 مارس والقياب من 30 إلى 31 مارس ده ما حصلش هو إيه اللي حصل؟ هو قالك التمهيدي 16-18-8 التمهيدي الثاني في نصف تسعة ولكن لما راح لي الأدوار التانية اللي هي الأدوار المهمة اللي هي بداية البطولة دور المجموعات في شهر تسعة وفي عشر ويحداشر ما حطش توريخ ولما راح لمرحلة النوك أوت الكوارتر فاينل وراح للسيمي فاينل والفاينل ما حطش توريخ ليه؟ لأن الكاف عنده مشكلة مستني الاتحاد الدولي يقوله الأهلي لما يجي يلعب بطولة كاس فيفا انتر كونتيننتل في نهاية هذا العام الأهلي ممكن يلعب أربع مباريات ممكن في الجولة الأولى ما يكونش باي ويلعب مع بطل أوكيانوسيا وممكن يبقى باي وينتظر الفائز من العين الإماراتي وبطل أوكيانوسيا ممكن الأهلي لو عدى المرحلة الأولى والتانية يروح يلاعب بطل أو الفائز ما بين بطل كوبا لبرتادوريس مع بطل الكونكا كاف في 14 ديسمبر يمكن دي المعادل اللي متحدد 14 ديسمبر والفاينل 18 ديسمبر مع بطل أوروبا ريال مدريد فالموعد دي إمتى؟ محدش يعرفها فالكاف مش قادر يسكن الموعد دي يبقى بالتالي الكاف حطي لك خطوط عامة لم يحدد تفاصيل حطي لك خطوط عامة بالنسبة للبطلات حتى لما جاء على ملحق الكونفدرالية قال لك إيه؟ هنستمر بنفس النظام إلغاء ملحق الكونفدرالية ومعلوماتي لعله وعسنا ممكن النسخة الثانية من السوبر الليك تتنظم بس هو برضو ما عندهش معلومة هتتعمل ولا مش هتتعمل لأن ده أمر لعلاقة بالفيفا لعلاقة بالاتحاد الدولي لو لنش علاقة بالاتحاد الإفريق فهذه نقطة تانية فاللي يقرى المشهد واللي يقرى تفاصيل الكاف مبارح هيعرف أن الكاف حطه خطوط عريضة ما دخلش في صميم تنفيذ هذه الخطوط في الفترة اللي جاي الحاجة الثالثة والأهم هل الكاف أعلن أنه آخر معادها هيستلم فيه أسماء الأندية يوم تلاتين ستة؟ ما حصلش هو اللايحة بتقول تلاتين ستة ولكن رسميا على الورق والخطابات الرسمية اللي عندي جزء منها ما بعدش للاتحادات وقال لهم تلاتين ستة وبعدت للأسماء وما فيش مد ده ما حصلش وبالتالي أنت مش مطالب تبعد دلوقتي نتائج الدول الأول اللي بالمناسبة مش هتتحسن نتائجها إلا على نص سبعة وآخر سبعة فده جانب فأنت هتحسن أسماء الأندية بناء على إيه ده مش صح الحاجة التانية لما جاء قال لك في موعد القيد قال لك نقطة غابت على المسؤولين عن الكورة وعن الربطة سيبك من التمهيد الأول أنها هتأيد لعبة من واحد سبعة لعشرين سبعة كده كده الأندية المصرية الحمد لله مصنفة ما بتلعبش في التمهيد الأول لكن تعال على التمهيد التاني قيد اللعبة هيكون إمتى؟ من واحد وعشرين سبعة لواحد وتلاتين تمانية ركز في المعدة كويس قوي واحد وتلاتين تمانية يعني أنت الأندية بتاعتك اللي هتلعب الموسم اللي جاي سواء دوري أبطال أو كونفدرالية هتأيد لعبتها في الفترة دي من واحد وعشرين سبعة لواحد وتلاتين تمانية أنت الدوري بتاعتك هيخلص إمتى؟ ماكسيمام حسب تصرحات رئيس الرابط قال لك خمستاشر تمانية إذن أنت تخلص تخلص الموسم وتبدأ تفتح القيد واللعبة تسجل أو الأندية تسجل لعبتها من بعد خمستاشر لواحد وتلاتين طيب طالما أنت هتسجل في التوقيت ده ما عندكش مشكلة يبقى أنت بالتالي مش مقبر أنك تبعت أسماء الأندية قبل كده لأن سهل جدا ببقى أن الأندية بتاعتك مصنفة وهتلعب من الدوري التمهيدي الثاني ممكن جدا تبعت الأهلي دوري أبطال والزمالي كونفدرالية أو تبعت أرقام مش هتبعت أسماء أندية تبعت أرقام زي ما حصلت في السنين اللي قبل كده عموما في النهاية خد أكشن الأول وابعت للكاف وشوف رد الكاف ممكن الكاف يقول لك مد لغاية آخر سبعة ممكن الكاف يقول لك هنأعمل قرعة الأدوار التمهيدي آخر سبعة فهديك موهل الآخر سبعة تلاقي نفسك أنت بتخلص الدوري أو مش بتخلص الدوري شكل ترتيب الجدول بان قبل الدورة ما يخلص مثلا ب3-4 أسابيع والميزة إنه عندك موقف رسمي لبطل دوري الأبطال وبطل كأس الكونفدرالية فللاستعجال اللي احنا بنقول مواقف دلوقتي وهي مش سليمة وهي مش صحيحة وفي النهاية يقول لك هي محلولة سهلة بسيطة هنحلها هنحلها بس الحلها تبقى لللوايح إنها حلها تبقى للخطابات الرسمية اللي بتجيلك ولكن نقول أسماء أندية إنت إيش ضمنك إنه ممكن بيرامدز بعد المنافسة دي ممكن ما يكونش أول ولا يتاني دوري أبطال يلعب دوري أبطال إيش ضمنك إنه ممكن يبقى فيوتشر هو اللي يلعب كونفدرالية ففي تفاصيل كتيرة فالاستعجال على إعلان أسماء الأندية من دلوقتي أعتقد أنا شايفه غير واضح وغير سليم ومواعيد القد أعتقد أن تبقى فرصة كويسة للأندية المصرية إنه مش هيكون عندها أزمة في تسجيل القيمة الأولى في الفترة من 21-7 ل31-8 خلاص الدوري 15-8 16-8 17-8 لسه عندك إسبوعين لغاية 31-8 فبالتالي ما فيش أي أزمة ولكن المعلومة اللي عايز أكد لحضراتكم الكاف ما عندوش تفاصيل عشان يعلنها هو حط خطوط عريضة عشان يبعت للأندية لأنه عنده أزمة كبيرة مستنى الفيفا يختروا بكذا حاجة وأكبر دليل كمان وهو بحدة الرزنامة والأجندة دي لم يعلن متى ستلعب بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهل والزمالك لأن الكاف لغاية دلوقتي ما عندوش توقيت رسمي وما عندوش مكان رسمي يقدر يلعب في البطولة اللايحة بتقول ملعب بطل دور الأبطال دي اللايحة واضحة ولكن اللايحة برضو قد تلحق لللجنة التنفيذية استثناءاً إن هي تختار تبقى لي العروض اللي ممكن تتقدم لها مصر مش محتاجة تقدم عرضة على فكرة يعني برضو أنا برح قريت تصراحات مع كامل احترام لكل التصراحات اللي تقالي مصر مش محتاجة تقدم عرض لأن كده كده بطل دور الأبطال من مصر عايز تقدم عرض وتخلي الكاف ما يروحش في سكة إن يسوق البطولة في أماكن أخرى قدم عرض مالي ادخل بشركات عندها عروض مالية تجبر الكاف إنه ينظم البطولة في مصر ده لو هو مش هيلعب البطولة في مصر وعنده عروض تانية فتخش في منافسة ولكن فكرة اللي احنا نطلب التنظيم هو كده كده الأهل بطل دور الأبطال وكده كده اللايحة بتقول إن البطولة بتتلعب على بطل دور الأبطال على ملعب بطل دور الأبطال ولكن نطلب التنظيم والكاف يحدد الملعب قانوناً لائحياً لا كلام ده أصلاً يعني مش لوجك خالص ولا بيتنفس بالشكل ده ولا بالطريقة دي لو الكاف عنده عروض هينائش ساعتها العروض ويشوف أفضل عرض مالي ما عندهش عروض من غير ما تقدم كده كده المالش هيتلعب في ملعب النادي الأهلي ركزوا في التفصيلة دي في ملعب النادي الأهلي طيب ده جانب متعلق بالاتحاد الإفريقي لأنه كان كلام مهم جداً لازم نشرحه للناس في الظل إن فيه معلومات بتتشرح للناس بشكل غلط أنا مش هروح مع القصة لايحة ربطة الأندية بتقول المواجهات المباشرة ولا مين سبق مين في الجدول طالما الأمر أكيد لا يخص النادي الأهلي فده شأن الربطة مع الأندية هي اللي تحدد تبقى ليه احتياجاتها وتبقى ليه المعلومات اللي هي هتشوفها فيه الأيام اللي جاي الجانب التاني ترجمة نانسي قنقر